بخطوات واثقة تتجه نحو مملكتها الخاصة وبروح المرأة العصامية تبدأ أم نواف أول مشروع خاص بكادر النسائي لبيع العصائر في مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت خليط من العصائر بأفكار عصرية مكنها من كسب المزيد من الزوار لتتمكن من مساعدة أسرتها التي غادرت السعودية عقب قوانين السعودة وإجراءات الإقامة الأخيرة حبيت أدور لي على عمل سفكرت أني أفتح لي مشروع معايا أنا وأولادي نحن من النازحين من المملكة لأنا أربع سنوات ومن يوم ما فتحت المشروع هذا يمكن أكثر من سنتين أو ثلاثة سنوات والحمد لله المجتمع متقبل أن المرأة هي التي تشتغل تصرف على بيتها توقف مع زوجها تصرف مع عيالها توقف معهم يعني ما في شي عيب الحمد لله والناس بتقبل كل شي خبرة أم نواف في العصائر شجعها على تنفيذ مشروعها الخاص بالإضافة لمساندة الناس وتقبلهم للفكرة من خلال زيارة المحل وشراء العصائر بأنواعها المختلفة والإشادة هنا بكونه خطوة تعزز من إسهام المرأة في الحياة الأسرية والاقتصادية والمجتمعية بالمشاريع المشابهة طبعا مزاز متميز أولا كفكرة جديدة مقارنة بالمحلات الثانية خصوصا أن المحلات الخلاء التي توفر عصائر بخيارات متعددة يعني فالواحد مثلا سواء بعد الدوام إذا حابي غير جوه لشي العصرية تلاقيه فاتح مثل دل أوقات فنجيب عصير طازج من المكان تكمن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤسسها النساء في أنها تنشط سوق العمل وتخلق التنوع كما أنها تبرز طاقات المرأة في المجالات التي كان يعتقد قديما بأنها حكر على الرجل معتزل النقب يمن شباب المكلة